راح ننتقل إلى الزميل حيدر نصرة المتواجد في منطقة الكرادة نرحب بك مرة أخرى ونعظم الأجر لك مرة أخرى نعم تحية مجددة لكم زميلتي يعني عذراً لهذا الخلال الفني لكن نحن الآن في منطقة الكرادة بالتحديد في الشارع الرابط بين تقاطع المسبح والمسرح الوطني هذا الشارع في صباح هذا اليوم عندما وصلنا إلى هنا كان هذا الشارع سالك بالنسبة للمركبات والزوار كما حدث في يوم أمس عندما كنا في منطقة الزعفرانية كانت المركبات تسير بصورة مشتركة مع الزوار لم يتم قطع أي شارع لكن يعني بعد ساعة أو ساعتين من وصلنا إلى هنا بدأت أعداد الزوار بالتزايد بصورة كبيرة جداً مما دفع القوات الأمنية وحدها بالقوات الأمنية المتواجدة أو الماسكة لهذه المنطقة إلى قطع هذا الجزء من الشارع وتخصيصها لمسير الزوار مع انتشار أمني مكثف لمنع عبور المركبات من الجهة الأخرى للشارع وأيضاً الجهة الأخرى تم تخصيصها لسير المركبات ذهاباً وإياباً يعني ذكرنا في تغطيات شام أمس أنه مسألة يعني قطع الطرق في العاصمة بغداد هي رهن أعداد الزوار لكن يعني قبل أقلي كان لنا حديث جانبي مع أحد القادة الأمنيين يعني قال أنه هذا الطريق أو هذا مسير الزائرين بدأ بالفعل يعني عملية قطع الشوارع وتخصيصها لمسير الزائرين ليست إغلاق شوارع وإنما تخصيص جزء من الشارع الجزء الذي نتواجد به الآن من هنا إلى منطقة الصرافية أو يعني قبل الجشر الصرافية باعتبر هذا هو خط مسير الزائرين كل هذه الشوارع تم قطعها وتخصيصها للزوار وأيضاً تم تخصيص الجانب الآخر لمسير المركبات ومواد الدعم اللوجستي للمواكب وغيرها بالتالي اليوم يعني نشاهد أجواء الزيارة أو يعني بالفعل العاصمة بغداد بدأت يعني تعيش أجواء الزيارة ودخلت أجواء الزيارة مع دخول أعداد كبيرة جداً من الزوار الآن وما زالت تدخل وتشاهدون الآن الصورة من خلف حقيقة هيئات حسينية ومواكب وزوار فرادة الآن دخلوا إلى العصمة بغداد المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة طبعاً هذا بالتالي دفع بكل الجهات الساندة للزيارة سواء الخدمية أو الصحية وحتى أصحاب المواكب إلى استنفار كافة جهودهم لخدمة الزائرين وليستقبال هذه الأعداد يوم أمس يعني كنا في هذه المنطقة لم نشاهد يعني أنه كانت المواكب موجودة لكن هناك بعض الأماكن على جانب الطريق لم يشغلها أصحاب المواكب اليوم شاهدنا وجود مواكب قد نصبت يعني يبدو أنها نصبت يوم أمس مساء وبدأت بالعمل هذا اليوم لتقديم الخدمة للزوار وأيضاً هناك الجهات الأمنية أيضاً لديها مفارس صحية منتشرة في التقاطعات والساحات العامة التي يسلكها الزوار وأيضاً هناك أصحاب المواكب يقومون بجهة تنظيمي وجهة خدمي وجهة صحي للزوار أيضاً باعتبار أن هذه الزيارة في فصل الشتاء يعني أهالي المناطق التي يتمر من خلالها الزوار فتحوا أبواب بيوتهم لاستقبال الزائرين شهدنا يوم أمس في منطقة الزعفرانية واليوم بعض الزائرين تحدثوا لنا عن منطقة الكرادة وغيرها قالوا أن سكان المناطق استقبلوهم في منازلهم على وعلى أن وجود أصحاب المواكب قاموا بتهيئة خيم وتجهيزها بوسائل التدفئة والأفرشة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة في ساعات المساء وفي ساعات الليل المتأخرة نعم زميلي حيدر اتحياريت لو تتحدث عن استعدادات المواكب لتقديم الخدمة لزوار سيدي ومولاي موسى بن جحفر عليه أفضل الصلاة والسلام زميلتي الصوت غير واضح لا ممكن إعادة السؤال نعم زميلي حيدر سألتك قلت لك ممكن تتحدث عن استعدادات المواكب لتقديم الخدمة لزوار سيدي ومولاي موسى بن جحفر عليه أفضل الصلاة والسلام نعم يعني استعدادات أصحاب المواكب كانت على مراهل عدة يعني في العاصمة بغداد كانت المواكب تستعد استقبال الزائرين بينما كان أصحاب المواكب خارج العاصمة بغداد يقومون بخدمة الزوار باعتبار الزوار القادمي من المحافظات الجنوبية وصولا إلى محافظة واسط ومتجهين إلى العاصمة بغداد بالتالي هؤلاء الزوار بحاجة إلى خدمات فبدأت الخدمة خارج بغداد مبكرا لاستقبال الزائرين وإيواءهم في العاصمة بغداد تقريبا منذ أسبوع هذه المناطق التي تشهد خط مسير الزائرين منذ أسبوع أو عشرة أيام بدأ أصحاب المواكب بالاستعداد ونصب خيامهم في هذا الطريق لاستقبال الزوار لكن في مدينة الكاظمية المقدسة شاهدنا بالفعل قبل عشرة أيام بدأ أصحاب المواكب بحجز أماكن مواكبهم لغرض نصبها أثناء الزيارة وبدأت الخدمة منذ تقريبا أربعة أيام في داخل مدينة الكاظمية المقدسة باعتبار أن هذه المدينة هي المركز تكون مركز الزيارة وبالتالي الزائر عندما يدخل إلى هذه المدينة يؤدي مناسك الزيارة ويخرج منها بحاجة إلى خدمات بحاجة إلى وجبات غذاء بحاجة إلى أماكن استراحة بحاجة إلى كل الأمور المتعلقة أو التي يحتاجها الزائر بالتالي هناك استعدادات داخل مدينة الكاظمية المقدسة أكملت والآن بدأت الخدمة هناك وأيضا هنا الآن الخدمة قائمة على قدم الساق وعلى أعلى المستويات ومن المتوقع أيضا أن تصل هذه الخدمة أكثر وأكثر ويكون استفار أكثر وأكثر تلال اليومين القادمين يعني خصوصا أنه في العاصمة بغداد دغاية الآن لم يتم الإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي من التالي أغلب الأصحاب المواكب أو خدمة المواكب هم موظفين يذهبون إلى وظائفهم صباحا وفي ساعات المساء يأتون إلى المواكب ليقوموا بتقديم الخدمات للزائرين لكن هذا لا يمنع عن وجود خدمات في هذا الوقت والأوقات الظهيرة وحتى أوقات متأخرة من الليل بالنسبة لأصحاب المواكب في هذا الطريق وأيضا زميلتي خلال مسيرنا شاهدنا أن مسألة انتشار المواكب لم تنقطع على طول خط مسير الزائرين المواكب بجانب مواكب وصولا إلى منطقة الكاظمية المقدسة وكأنها حقيقة لوحة جميلة جدا تقدم الخدمة للزوار في هذا الطريق وفي هذا المسيح نعم تقبل الله خدمتهم هؤلاء أصحاب المواكب وكل العاملين فيها وقضى الله حوائجهم إن شاء الله أكيد طبعا متواصلين وإياكم مشاهدنا الكرام ومتواصلين معك زميلنا حيدر نصر ترجمة نانسي قنقر